السلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم معي من جديد على قناتكم البساطة مع كريمة نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال اقتراح اليوم سوف نختار لكم كيكرولي بجنواز اللي ناجحة بدون تكسر مقادر اللي مضبوطة بثلاثة دي المكونات اساسية نتمنى ان شاء الله اخوتي لعجبكم هذا الفيديو تصل لها الاكبر عدد من اللايكات ونتقل باش نتعرف على المقادر وكذلك طريقة التحضير بالنسبة للمكونات خمسة ديال البيضات طبعا من اسرار نجاح جنواز ضروري ان البيض يكون بحرارة المطبخ طبط هنا خمسة ديال البيضات طبعا الحجم ديالهم متوسط يعني ماشي كبار بزدار ولكن البيض كبير ممكن تديرو غير ربع سفي هنا اخوتي غادي نضيف خمسة ديال الملاعق كبار ديال السكر حبيبات بالنسبة للمكونات غادي نعبرهم بالملعقة هنا غادي نزيد كيز من السكر الفاني المقادير مضبوطة غادي نخليها لكم في صندوق الوصف هنا كذلك غادي نزيد كيز من السكر غادي نزيد غادي نزيد ضروري ان اخوتي تخدموا هذه المرحلة ضرورية خدموا البيض مزيد حتى يضعف الحجم دياله كذلك يتقال القاوم دياله ضروري ان المكونات يكونوا بحرارة المطبخ باش يطلع معاكم البيض بسرعة ثلاج كان عندكم البيض في الدلاجة ممكن تشوف دوتو وضعوه في الماء ساخن كما رحتو يعني ضاعف الحجم ديال الخالي ثلاثة ديال اضعف صافي هنا اخواتي غادي نضيف الزيت بالنسبة المكونات كاملة غادي نحبرهم لكم بالملعقة هنا كذلك غادي نضيف خمسة ديال الملاعق ديال الزيت صافي هاد المرحلة هادي غادي نخفقي واحد الخفقة نضيف الزيت ما نخلطوش بزاف هنا صافي غادي نضيف كذلك خمسة ديال الملاعق ديال التاقيق بالنسبة للتاقيق نضيفه دفوعات كذلك زد كيس من خميرة الحلويات الوزن ثمانية غرام نحاول اننا نخلطو من اسفل الاعلى بس ما نهبطوش ذاك البيض اللي طلعنا بالنسبة للتاقيق كيف ما رحتم معي ما نضيفه دفعة وحيدة داقيق تهو خمسة ديال الملاعق يعني مقادير اللي ساهلة اي وحدة ما كتنجحش لها لا جينواز او كتكسر معها تبع هاد المقادير وكذلك الطريقة انا كده غادي تنجح معك سافي كيما رحتو كنخلط من الاسفل الاعلى سافي هنا يا كيما كتلاحظو كنبقى نخلط بها الطريقة هادي سوف نحب خليط تحسن على وحدة الخليط ما يكونش في دوكتك التولات او الحبيبة ديال التاقيق كما كتلاحظو هنا اخواتي غادينا خد اللاطة لفرشت لها ورق الزفدة بالنسبة للعبار ذياللاطة غادي نخلي هلكم تهوى كذلك بصندوق الوصف سافي كنصب الخليط ديالي كنحاول انني نوزعه يسخن خوالي بالنسبة لطريقة الطيب اخواتي انا سنطيبها في الفور الكهربائي سنوضع اللطة في الوساط من الاسفل الاعلى طيبتها على مياه و 80 درجات قريبا 12 دقيقة اللي خدعت لي ما تطيبوهاش اخواتي بزاف لان لطيبتها اكثر من القياس اني غادي تجيو تلوي الكيكرو اللي ديالكم غادي يبقى يتكسر معاكم وبالنسبة كذلك الفور الغازي كتوضع اللطة ديالكم في الاسفل طبعا النار متحت منها تتلاحظوا انها بدات قد حمار قليلة من الجوانب سوف يكتبطوها لتحت تاخد واحد تحميرها خفيفة سوف يكون واجدة هنا يكن ضرب اللطة ديالي مع سطح العمل باش يخرجوا دكوا الفقاعات وصافي رجين واز ديالي طابت يعني ما اخذت ليش الوقت بزاف فقط 12 دقيقة في الفور الكهربائي على نار 180 درجة وضعت اللطة ديالي كما قلت لكم في الواسط وكما تلاحظوا يعني النتيجة اخوتي رها واضحة امامكم كتجي خفيفة رائعة جدا من اسهل وانجح اللجين واز اللي ممكن تحضروها يعني النتيجة رها واضحة امامكم مكونات اخوتي بوطة صافي هنا بالنسبة للطريقة كنحاول انني نقلبها في واحد الورق ديال المطبخ او ممكن في مين ديال صافي كنحاول انني نحيد لها ذاك الورق ديال الطبخ ركي تحيد بسهولة كما كتلاحظوا يعني نعم خليتها اش طابت بزاف صافيرها مباشرة وهي سخونة كن نوضع فقها القليل من المربا او ممكن شكلة ديال الدهن او ممكن كذلك ديرو حتى الكريمة سافي هنا كنحاول انني نوزع ذاك المربا ممكن كذلك ندف حتى القليل من المكسرات لكم الاختيار وكلفها كالكيك ديالي او لجين واضع لها الشكل هذا يعني راكي ما رحتم معي يعني راكي تكسر موالو وراه باقي سخون سافي دخلته تقريبا واحد الساعة بعد غادي نكمل له تزين هنه غادي ندهنه بالمربا وكذلك رشيته بالكوك وكان قطعوها على هات الشكل هذا كما يعنتو ما اخواتي يعني الشكل ديال هاره واضح امامكم والقاوم ديالها بالنسبة لتقطعها كان قطعها كان عبر باب السكين العبار ديال السكين على هات الشكل هذا والعرض دياله وكان قطع نتمنى ان شاء الله اخواتي تجربوا هاد الكيك فرولي ان شاء الله غادي ينجح معاكم وتولي هاد الاجين واض معتمدة عندكم لانها صراحة من انجح واسهل اه الاجين واضلي ممكن تحضروها اه مكوناتها مضبوطة وطريقة تحضير ديالها لناجحة مية في المية مستحيل يعني تجربوا هاد المكونات وكذلك طريقة وما تنجحش معاك الاجين واضي فقط اخواتي يعني احترموا المكونات مضبوطة كذلك حتى الطريقة ديال الطياب حاولوا انكم مطيبوهاش كتر من القياس تجير طبع معلقة خفيفة من اروع ما يكون وبالنسبة لهاد الاجين واضلي ممكن تستعموها في عدة استعمالات ممكن يعني تديروا بيها لترانش او ديروا بيها يعني حلوة لكريم مهم الاجين واضلي ناجحة نتمنى من كل قلبي اخواتي تجربوا هاد هاد الوصفة هادي وتنال اعجاب ديالكم بطبيعة الحل كذلك تنجح معاكم وكذلك ما تبخلوش الياب اللايك ديالكم لان اللايك ديالكم وليك يخليوا الفيديو انه يتشاف وتعليق ديالكم المحفزة ولما لا كذلك البرتاج مع الاهل والاصدقاء كي تعوموا الفائدة شكرا لكم اخواتي على المتابعة والى الملتقى مع الجديد ان شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم شكرا لكم